اشتركوا في القناة علاج الشيب علاج تساقط الشعر علاج قشرة الرأس أو نخالة الشعر علاج تجاعيد الشعر وخشونته وغيرها من الأسئلة الشائعة والمشاكل التي يعاني منها الكثير ولذلك أحببت إخواني الكرام أن أضع بين أيديكم وصفة مجربة وناجحة بإذن الله ولكي لا أطيل عليكم بالتفاصيل المملة عن فوائد كل مكون من هذه الوصفة سأقرأ عليكم مكوناتها باختصار فيرجى أخذ ورقة وقلم لكتابة المكونات أو ستجدونها مكتوبة تحت الفيديو بالوصف لأجل نقلها هنالك 11 مكون وهم عدد ترتيب كما ترون أولا الكركاديل ثانيا البابونج ثالثا الخزامة رابعا الورد ويباع غير مسحوق وقد تجد الورد عند العطار أو بائع الأعشاب على شكل ورد يابس غير مسحوق فيرجى سحقه جيدا وغربالته خامسا قشور الرمان وهو متوفر على شكل بضرة سادسا قشور الجوز أو القرقاع كما يقال في اللهجة المحلية قشور الجوز تحرق على النار جيدا وإن كانت على الجمر أحسن أقول تحرق جيدا حتى يصبح كالفحم ثم يسحق ويغربال جيدا فيصبح على شكل بضرة سابعا القهوة وتكون أيضا على شكل بضرة ثامنا الكركامين تاسعا الحنة عاشرا العفص أو الدباغ كما يقال في اللهجة المحلية المكون الحادي عشر وهو عبارة عن نصف كأس شاي زيت الزيتون طريقة التحضير هي كالتالي تأخذ كل مكونات على شكل بضرة مسحوق جيدا وتخلط مع بعضها البعض وهي جافة ثم يضاف عليها كمية قليلة من الماء الساخن ثم تخلط جيدا ثم يضاف إليها زيت الزيتون وتوضع في إناء مغطى وتنتظر لمدة ربع ساعة ثم بعدها يضاف قليلا فقط من الماء الساخن إذا رأيت أن المعجونة قد جفة ثم بعدها يطلع على فروة الرأس مع الدلك والخنخلة بالأصابع نزولا إلى كامل طبقات الرأس مع الطلاء على الشعر كذلك وبعدها يغطى الرأس مع الشعر بقماش أو فوطة ويترك حتى يجف تماما مع المكوث في البيت أو مكان دافئ لأننا في فصل الشتاء وذلك لتفادي نزلات البرد أو الصداع البارد وعند جفافه تماما يغسل الرأس بالماء أولا مع خلخلته بالأصابع بروية حتى ينقى من الخلطة وبعدها يمكن أن تعيد غسله بالصابون وبعد غسله وجفافه سترى النتيجة شعر صعوي رطب بدون شيء بدون نخالة ورائحته طيبة تبقى لمدة وتلك الرائحة تنبعث منه يمكن تكرار هذه الخلطة لمرتين في الشهر حسب الحاجة أما المقادير المستخدمة فهي كالتالي تقدر المقادير المستخدمة حسب كثافة الشهر وحجم الرأس وأقل مقدار يستخدم هو ملعقتين صغيرتين من كل مكون إلا في حالة إن كان هناك شيب فقد ينفرد مقدار الجوز أي القرقاع بأربعة ملاعق يعني أن مقدار الجوز يكون ضعف المقادير الأخرى أما إن كان الشعر كثيف خصوصا عند النساء فيمكن بذلك زيادة المقادير بملعقتين لكل مكون وبالتالي يصبح بأربعة ملاعق لكل مكون وفي الأخير أرجو أن تكونوا قد استفدتم ويرجى منكم وضع علامة الإعجاب بالمقطع ونشره لتعم الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر